أهلاً فيكم حبابي برج القوس رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الكرة أمضت ضائناً رح تكون من برج الشمسي والقمري والطالة وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس ممكن تحسي أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو من طبقة على طاقتك ممكن دائماً طبعاً خود المفيد من القراءة خد فقط الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة وترك الأشياء اللي بتحسوا ما بيمتبق عليك لأن القراءة عامة يعني مش رح تنتبق على الجميع فاخد منها فقط اللي بيفيدك عندما نبلش بالقراءة رح ناخد كوت توضيحية وبعدين رح نشوف شو طاقتك طاقت الحبيب الحالية شو خطواته ونواياه وشو مصير العلاقة بينكم أنا بمشتخدم شو نطفها من وضع أحسن شو خطواته وشو خطواته شو خطواته فحنبلش بطاقتك اول يا برج القوس بالنسبة لطاقتك الحالي يا برج القوس عمشوف انت عمتفكر بشخص معين شخص في الماضي عمتفكر بخسارة من نوع الماء او في عندك حدا بحياتك عمتعتبره توأم او رفيق دائم او توأم روح وعند تقيم اليه كتير من الشاعر عمشوفك اوراقك اتنا تهدول اوراق مائية او اوراق عاطفية بتخص العاطفة فانت في شخص بحياتك حاليا عمتفكر كتير فيه وعنشوف انه في حدا بدك يعني ممكن مش بدك تقدمي عرب حب ولكن بدك يكون فيه من بينك وبين هالشخص علاقة ايضا امتحس بشوي من خيبة الامر لانه امتحس انك عم تشتغل على علاقة مور هالشخص ولكن مش هم تهيد عليك بالنتيجة اللي بدك ياها بوقت سريع عمتفكر ان الجانب السلبي اكثر من الايجابي عمشوفك اه حزين حزين شخص ما في عندك شخص انت حزين شانا عمتفكر بالماضي ممكن تكون عمتفكر بي اكس او عمتفكر بي علاقة ايك كانت بينك وبين الشريك ولكن لسبب ما ما نجحت العلاقة ولكن عمشوف طاقتك حاليا يا برج الماقص كتير عمتفكر بالشخص اللي انت عم تتعامل معه بما نشوف طاقة الحبيب وطاقة الشريك الحبيب اللي همتتعامل معه اه free spirited او ما بيحب حدا يتحكم فيه ما بيحب حدا يسيطر عليه دائما او انت بتحس ان هو اه بيتغير بسرعة او دائما بيتحرك بسرعة الامور ما عم مش واضحة تماما انت بتحس الامور اللي تقلب مع هالشخص وبتتحرك بالنتيجة اللي انت بدك ياها لان مره بتكون الامور بينكم اه ايجابية وميحة ومريات بتكون سلبية او بتكون الطاقة بينكم متوقفة بالتفاهم بينكم اه صعب عمشوف هو الحبيب في عقله الباطني السبب اللي ممكن اه ما خلى الامور تنجح بينكم انه هالشخص عمشوفه اه family oriented او كتير بيطلب بالعائلة فهو عم يفكر هو بمطرح بحياته عم يفكر بتكون اسره لانه عنده 10 of cups هالشخص بده يكون اسره ايضا عمشوفه اه بالعقل الباطني عنده يعني اه شخص emotion literature او عاطفيا ناضج هالشخص ايضا عمشوف ايضا هو لا بيحب ان الامور بينكم ايضا مش واضحة مش فقط انت ما بتحب ان الامور بينكم مش واضحة لانه بيشوف هالشخص انه انت شوية متلاعب هون 7 of swords هالشخص بيشوفك يا عقل الباطل اللي يشوفك بيتخبي عليه او ما بتحكي لانه الصدق في اشيه بيشوف بحياتك او فيك انت غير واضحة وهالشي ممكن يكون نخوفه من انه هو بده ارتباط والتزام اكتر من برج القوس عمشوف برج القوس برغم انه ما شعرك كتير صادقة تجاه الشخص الى انه انه انت كمان ما بتحب حدا يربطك او حدا يحطك في بوكس معين او مطرح معين وانا عمشوف انه هو الهدف النهائي لهالشخص او نقول تبعه انه هو بده يكون اسره وغالبيا بده منك التزام بمعنه انه البعض نكون برج القوس هالشخص بده التزام بمعنه مش فقط علاقة بمعنه يعني ارتباط رسمي اللي هو ممكن يكون خطوبة او ممكن يكون سواج فممكن يكون العلاقة شوية منخبطة بينكم لانه هو بده يرتبط اسرع منك او في وقت اسرع منك طيب نشوف شو ممكن تكون سواج المشاكل بينكم او واحد من اسواب المشاكل بينكم كيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلو عندك هون انترابمنت يعني فيه انت وهو مطاقتكم مشتركة هم تحسوا انه انتو محطوطين في صندوق او مطرح معين انت وهو مردكم ياه فيه شخص كتير عافوا لكم وبيحب يخلي الامور تيجي بسهولة او يعني متل متل ما الله بيريد وفيه شخص بيحب الامور تكون اه كتير مدروسة او بيحب يمشي على نمط معين فانت رح يعني انت بيختلف الوضع من شخص الاخر بس انت رح تشوف انه نرى الشخص انه هو شوي عفوي اكتر بالعلاقة او ما بده التزام جدي حاليا يعني شوف انه هو مش مستعد الى التزام جدي وفيه طرف بده التزام جدي بده نمط معين يمشي عليه ايضا بده يحس انه فيه نهاية العلاقة رح توصل لالها لانه 10 of ones يعني فيه تكملة لاشي معين وهو بده يشوف انه العلاقة تكون انها نهاية ايضا فيه طرف منكم مع انه حالة يتواصل مع الشخص الاخر بطريقة روحانية ولكن الطرف الاخر رافض فكرة الحب او رافض اتقبل منه عارض او رافض التواصل معه عمشوف البداية بينكم اللي كنتوا بتريدوها ما نجحت فيه صارق كنتوا رح تبدو ببداية البعد منكم كنتوا رح تبدو فيه بداية جديدة ولكن فشلك لانه عمشوف انه فيه طرف تركي العلاقة او ماشا فيه طريق لوحده من اجل انه يحصل على بداية جديدة بالدعاطفة ولانه اجت بتعقدكم هاي فصار فيه عندكم خلل بانه تبدو العلاقة مياه اخرى لانه فيه طرف رافض فكرة الحب لانه عمشوف انه الطريق ما فيه الى نهاية او ما فيه خط واحد او ما فيه ارتباط من نوع زواج او خطوبة او ارتباط رسمي لانه عمشوف فيه طرف بده ارتباط وفيه طرف بده شوي ياخد الامور ببساطة او بده يتمهل اكتر باخد الامور طيب انه نشوف طاقتك انت في المستقبل او شو عم تفكر فيه عندك ناتينجو فانت رح تترك شخص او رح تترك تفكير معين بحياتك انت عم تشوف انه قبطة ليفيدك فيه ايضا عندك فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير عمشوف افضل لانه انت عمشوفك ايضا اذا انت زعلان من هالشخص او اذا انت مجروح من هالشخص عمشوف انه انت مستعد انه تترك اللي يصار بالماضي وتخليه يعني بالماضي انك تتركه بالماضي وانه عندك ثري اوف سورت ثري اوف سورت بتمز الى انه انت يعني كنت كان فيه جرح عاطفي من هالشخص وجرحت من هالشخص الشخص هتزع عليك ولكن عمشوف انه انت مستعد تترك بعض الامور او بعض المنازعات الدجدالات اللي صارت كلها كلها الشخص تتركها بالماضي عمشوفك ايضا امتحاول اتوفك بين اه شيئين بحلاتك عمتحاول اتوفك بين ممكن شخصين ممكن عمتحاول اتوفك بين العاطفة والعمل لانه ممكن اذا برج القوس مش انت اللي بدك الارتباك ممكن انت وبدك الارتباك لانك ممكن مركز على الوضع المادي كتير او عمتفكر حاليا بكيف تكون نفسك من ناحية المادي اولا بالزات اذا مثلا برج القوس رجل اللي عني تابه ممكن يكون غير مستعد الى الارتباس ودعاك سين الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بدي احكي بالابراج اللي ممكن انتتعامل معها ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج مائية أبراج ترابية أبراج هوائية بس بالأغلب في عندي أوراق مائية فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس أو فيه كتير مي بالنخارط الفلكية تبعته أيضاً خلينا نشوف خطوات الشريك المستقبل أو خطواته المستقبلية سعونات هالشخص عم يبحث عن رفيق الضرب أو عم يبحث عن شريك يخور معه رحلته في الحياة عم شوفه مقدن أو بده بداية عاطفية جديدة معك عنده Ace of Cups فهالشخص عم Queen of Cups أيضاً هالشخص عم يتمح إلى بداية جديدة معك أيضاً عم شوف هالشخص في البعض أوقعيني بمعنى إنه هو مش من النوع اللي متطلباته ممكن تكون كتيراً ما إنه البعض منكم غير ممكن تفكر إنه هو أو ممكن تفكر إنه هو متطلباته كتيراً أو عم يتقلب منك إشي كتيراً شخص أو رفيق دار بيكون منه لإنه أغلب تفكيره تفكير عاطفي فنحن نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة ممكن كن أيضاً شخص روحاني اللي عم تتعامل معه عم شوفه أكتر إشي يرتز عليه ومهتم فيه إنه هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع هالشخص إنه مشاعرك تجاه هالشخص وحقيقة مشاعرك هاتجاه هالشخص أيضاً عم شوفه بالمستقبل بده بداية عفوية معك جديدة أنا عم شوف إنه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جديد أو أنت حسيت إنه كان كتير جديد إنه إذا ما مشيته الأمور مثل ما هو بريد بيفركش الوضع أو بيترك العلاقة عم شوف إنه بالمستقبل رح يحاول ينظر إلى الأمور بطريقة شوي إيجابية شوي فليكسبل أكتر أو مرنة أكتر من ناحية نظرتوا لعلاقة بينكم عم شوفه أيضاً بالمستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر لأنه في عنده three of ones هالشخص عم يستنى رسالة منك عم يستنى خبر منك أو عم يستنى بداية جديدة معك عم شوف هو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� منكم اللي مش عم تتواصلوا نهائياً. الشخص بده يعرف فقط انت شو هي اخبارك يعني. شو التطورات اللي صارت لك. شو الجديد في حياتك يعني بده مثل يتطمم على وضعك. كيف هو الميح او او لا. اشي مثل هيك. طب بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل. شو ممكن نرسول. هاو تيتش بالايو. فالوضع بينكم بيتطلب المرينة وايضاً بيتطلب انه تتقبلوا بعد مثل ما انتم. هنشوف انه بتكون تكونوا اكتر بالمستقبل المرينين مع بعض. هذا المسبة لكرة النصيحة. اما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية. فالوضع بينكم عاطفياً رح يكون كتير ايجابي. في بداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم. رح تصير في بينكم كونكشن كتير عاني. ايضاً اغلب الكروت اللي اجت لك هون من الرقم الكبير او كينغ اوف كابس يعني. فكينغ اوف كابس افضل من افضل كروت الحب. لانه المشاعر بتكون مشاعر عميقة. الارتباط وسيكون. ويكون على المدى البعيد. ايضاً فيه رح يكون كتير من التعاطف. لما ان الاوراق كتير مائية ايجات. فرح يكون فيه اه كتير حساسية بينكم. كتير تعاطف بينكم. يعني حتى ازا صار فيه اولاد او ازا صار فيه بينكم جدالات او مشاكل. نشوف ان فيه مجال لملاقشة الامور بينكم. لحل الامور بينكم. وحتى يعني لوجود فرصة انه تشرح الوضع بينكم. فيه رح يصير بينكم عادل اللي اخده العطى. انا انا عندك سيكس اف بنتكولز هون. فانت وهو رح توصلوا لمرحلة انه تفهم او تفهموا الكمال انه يعني بدك تعطي على قد اه ما بتأخذ او اشياتي هيك. بالذات من الناحية العاطفية. ايضاً امشوف انه ازا صار فيه بينكم جدال بالمستقبل او المشكلة والمستقبل او او عدم تفاهم بالمستقبل. الطريقة اللي رح تحلوا فيها الوضع او رح تحلوا فيها النقاش رح تكون اه طريقة متشور او طريقة ناضجة. مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص. او رح تحكم على التواصل مباشرة. لا رايح رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا الى ماتج يفيد او تستفيدوا فيه لكمان. بس من الناحية العاطفية عندكم اربع كروت مائية اجت لك. او كروت التوضيحية. كبير من الناحية العاطفية كتير ايجابي. ايضا امشوف اه من nasi المادية او من الناحية التوفيق بين العمل والعافية فاعمشوف انت رح تت واهتمام اكتر الى علاقة بينكم. اه لانه او بتفكروا فيها اه دي المدى البعيد. او بدك انت هو توصلوا العلاقة هاي الى المدى البعيد. او الى تن اف كوبس. الى يعني انشاء اسرع وانشاء ارتباط جديد بينكم. اوكي حبايبي برج القوس. اتمنى قراءتكم فادتكم. وحبيتوا هاي. اذا حبيت الفيديو. لا تنسوا تحط لي لايك بكومنت شير سبسكايب. اتفعل جرس الانبال. حتى يوصلك كل جديد. انشاء الله رحشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميل.